شعب يوماً أراد الحياة هلا بد للحب أن ينتصد ولا بد للليل أن ينكلد ولا بد للقيدي أن ينكسد لذا الشعب يوماً أراد الحياة هلا بد للحب أن ينتصد ولا بد للقيدي أن ينكلد ولا بد للقيدي أن ينكسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الشعوب المقورة في إيران الحديث في هذا المساء سوف يكون عن عوامل الثبات لكل مهتدي وخصوصاً نحن نوجه في هذا اللقاء الخطاب للأحوازيين نعلم بأن هناك صحوة سنية انتشرت في الأحواز وخصوصاً على مستوى الشباب ونحن جميعاً بحاجة إلى مثبتات على هذا الصراط المستقيم يسرنا ويسعدنا أن يكون معي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ خالد حسين رئيس جمعية أنصار التوحيد والسنة بمصر حياكم الله شيخ خالد وأهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بك والإخوة المستمعين والمستمعات وشاكل لك تلبية الدعوة الله يبارك فيك نحن لشكل لكم هذا الفضل الله يبارك فيك وصيداتك الله يبارك فيك ويسرنا مشاهدي الكرام في بداية هذا اللقاء أن يكون معنا مداخلة هاتفية مع الشيخ شائع الطائي رئيس مؤسسة السلام الأحوازية حياكم الله شيخ شائع الشيخ شائع معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم حياك الله أخي يا أبو أفصيل وحيا الله الزيث الله يبارك فيك الشيخ شائع نود أن تبين لنا وتبين للمشاهد الكريم حال التسنم في الأحواز هناك من يقول بأن هناك صحوة للمهتدين في الأحواز هناك من يقول بأن نسب متفاوتة للمهتدين هناك من ينفي ذلك صور لنا الصحوة الإسلامية الموجودة الآن في الأحواز بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن وعلى الله أبو أصلي صحيح كما تعلم تحول عشرات الآلاف من الأحوازيين بالداخل والخارج من الدين الشيعي للدين الإسلامي أي للسنة والجماعة السبب نظام الملالي قمع القوميات من العرب والكورد والبلوش والتركمان العزرين وحتى اللورو أعلن الخميني وتلاه الخامني الجهاد على المواطنين العرب في كثير من الأحياء الأحوازية وهم شيعة فهذا أول سبب وسبب رئيسي بأن يفكر الأحوازي بمخرج من قدسية المحتل وإطاعته العمياء فأحس الأحوازيون بأن ارتباطهم دينيا بإيران هو السبب الرئيسي للاحتلال والفقر والشيرق والجهل والخرافة مما جعل نخبة طيبة تفكر في قطع هذا الارتباط الخبيث وفي الوقت الذي يرون الأحوازيين يعني يمنع فيه نظام الملالي وجود أي نزل في إيران بشكل عام وفي الأحواز بشكل خاص يقوم بدعم التطرف الشيعي في مناطق مثلا كالعراق والبحرين وسوريا واليمن والخليج إلى إفريقيا ودعمهم الهائل يعني من الصفر إلى مليارات الدولارات حتى التسليح ثم ليس هذا في حسن هناك تمييز عنصري مقيف لا يبقي ولا يدر مثلا حرمان العرب من الدراسة باللغة العربية حرماننا من العمل حرماننا من العيش بحرية المعتقد حتى في إطار القانون نفسه إلا أن توافق هواهم محاولة نحو الهوية العربية والإسلامية والمعالم الإسلامية تغيير الجغرافية والديمغرافية السكانية ثم تنانقض أقوال وأفعال ملال إيران وإيمانهم بأن القرآن محرف واعتقادهم بسد الصحابة ومهات المؤمنين رضي الله عنه مجمعين ويعتقدون أن هذا العمل يدخلهم الجنة عزكم الله عمل الزناء المتعة وهذا خط أحمر عن عوبة الأحوال سواء يقوم بها رجل أو أمرأة ومن يفعلها حكم على المسيب الموت جمع أموال الخمس مثلا وهذا الحمد لله عرصوا الشعب أن هذا نهب أمواله باسم الدين وعال البيت رضي الله عنهم واعتقادهم بالقبور من يسكنها من أئمة أو أولياء أو صالحين أو سادات لأنهم يطلون الحوائد في الدنيا ويقربونهم إلى الله في الآخرة فبالتالي باعتراف مكارم شيرازي نفسه يا أبا أصيل طيب نعم نعم بأس أغرالك هذا الاعتراف فبالتالي وباعتراف مكارم شيرازي أحد كبار مجلس خبروغان إيرانية وأحد مؤسسي أكبر مؤسسة شيعية دعوية في العالم العربي العالم السلامي يقول خلال كم شهر 2500 أحوازي يتسنن وهذا الكلام نشرته عام 2012 وكررته عام 2015 فوصل الأحوازي إلى هذه الدرجة يتسننون ولكن هناك معانات وموانئ وإن شاء الله نذكرها في حقوق ما الذي جعل شيخ شائع ما الذي جعل هذه الصحوة تزداد خلال العقد الأخير يعني خلال العشر سنوات الماضية نعم أفضل حضرتك هناك القنوات لهم تأثير يعني حقيقة تأثير قوي يعني وصل إلى 70% إلى 80% هذا التغيير من خلال قنوات في قنوات وصال وقنوات الأحوازية وقنوات صفا وبعض القنوات الإسلامية لكن الموجهة حقيقة على الأحواز لها تأثير أكثر هذا الإنصاف هم طبعا سووا المحتلين يعني فارث عندنا أزمة القنوات لمدة مثلا يأخذون دشات يمنعون الأنترنت يقطعون ولكن مع ذلك من أحوازي بشتى الوسائل يحاول أن يصغل هذه القنوات حتى يتعلم شيء وأسمع شيء أزمة القنوات التي عندنا مثلا مقابلها القنوات الشيعية مقابل وصال وصفا مثلا مقابلها خوزستان وقنوات الأنوار والآلم وقنوات فارسية أخرى قنوات الأحواز السعودية وأحواز الأحوازية مقابلها أهواز والأهواز قناة أحوازنا مثلا مقابلها أهوازنا وكل إنشاء هذه القنوات مقابلنا لبس الفتن والطائفية وقتل إراجة الشعوب في الأحواز وإيران يعني حرب إعلامية شرسة وبالتالي حبث وإعدام وإغتيالات وتصفيات دعاء وتهجيرهم كم نسبة التسلم الشيخ شاية على مستوى الشباب تقريبا على مستوى الشباب هناك نسب مختلفة لأن الآن عندنا غير الشباب ناسياب وعجائز وأطفال وتسنن ونساء ولكن في تسبة الشباب حقيقة نستطيع أن نخمن أنه سبعين ستين إلى سبعين بالمئة الحمد لله رب العالمين اتجهوا إلى أهل السنة والجماعة ولكن هم بحاجة إلى أمور كثيرة مثلا بحاجة إلى قضايا شرعية كالحرام والحلال والزواج والطلاق والكلالة والغسل والدفين يعني بحاجة إلى العلم الشرعي نعم يعني بحاجة إلى العلم الشرعي نعم إن شاء الله نصل لهذه المرحلة سمحت لي نعم نحن بحاجة إلى العلم الشرعي بحاجة إلى أتح مثلا كيف أقول لك الجامعات والكليات خاصة في الخليج والمملكة العربية الوحيدة والأمر المهم والذي نعانيه أنا ذكرته مرارا وانتكرارا هو عدم دخول أهل السنة في الجامعات وفي كليات العلم ودعمهم يعني عدم دعمهم إعلاميا وثقافيا وعلميا تصور نحن ليس لدينا عالما واحد غير الشيخ عبد الحميد دوسري وهو الرجل يعني تحت الإقامة الجبرية وخارج الأحوال وطلابنا عدد الأصادر ويعانون من مشاكل مثلا كثيرة عديدة السكن والعيش والتفكيات والتأييد والإقامة وخوفهم من الرجوع إلى الأحوال والإقامة يعني ولا حول القوة فنحن في في هذا الجو حقيقة كل الشكر لك يا شيخ شايع على هذه المداخلة وأرجو الله التوفيق والسداد لكل من بحث عن الحق والحقيقة في الأحوال وفي غير الأحوال شكرا لك يا شيخ شايع أعود إلى ضيفي في هذا اللقاء الشيخ خالد حسين رئيس سمعية أنصار توحيد السنة أبي مصر ورحب بك من جديد شيخ خالد أليس سمعت المداخلة هناك صحوة إسلامية داخل أرض الأحواز هناك مهتدين لكن البعض قد تكون هداية أو التزام إلى الصلاة المستقيم ردة فعل سياسية بسبب النظام والبعض مجرد قناعة وهناك من سلك هذا الطريق نود أن نتحدث عن الوسائل المعينة التي تعين العبد على الثبات على هذا الدين نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نحمد المولى سبحانه جل وعلا بأن هيئ لهؤلاء أن يسلكوا هذا الطريق المستقيم لأن الهداية كلها بيد الله سبحانه جل فيه وله لكن قبل أن نلج إلى هذا الموضوع هو موضوع هم جدا في مسائل الثبات على الحق لابد من مدخل وتمهيد حتى نلج لهذا الموضوع أول شيء نتكلم عن استشعار المهتدي قبح ما كان عليه من ضلع لابد أن يستشعر قبح ما كان عليه من فسكن وفجور بل كفر ولا يمكن بحال من الأحوال أن تراوده نفسه أن يرجع لذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه والحديث متفق عليه من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سوهم يعني لابد أن يقدم محب الله ومحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب هذا هو الإيمان الحقيقي الإسلام الحقيقي الاستسلام لله سبحانه جل في علا النفس لها نزعات ولها شهوات ولها محبوبات في كثير من الأحوال هذه النزعات تتعارض مع شرع الله سبحانه جل في علا خاصة إذا كنت أنت حديث عهد بإسلام حديث عهد بإيمان وكنت يعني حديث عهد أيضا بكبائر وكفر ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مجرد أن يسلموا يعني لابد أن يبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه جل في علا الماضي لابد أن يردم عليه بالكلية ولا يلتفت عليه بحال من الأحوال هذا أول شيء أن يكون الله ورسوله وأحب إليه مما سهوم أن لا يحب المرء إلا يحبه أولي الله ثالث شيء أن يكره وهذا هو محل الشهد من كلامنا أن يكره أن يعود إلى القفر بعد أن أنقضه الله من كما يكره أن يكذف في النار شوف الإنسان كيف يفر من النار يفر منها فرارا عظيما كذلك يجب عليه أن يفر من القفر ومن وسائل القفر فرارا عظيما كفراره من النار فإذا استشعر ذلك إذن يحمد المولى سبحانه جل وعلا على هذه النعمة أن الله سبحانه جل وعلا قبل أن يختم له هذه الحياة وهو على كفره تدركه أو تدركته رحمة الله سبحانه جل وعلا فأبصر الحقيقة فكشف المولى سبحانه جل وعلا الغشاوة عن قلبه وعن بصره فصرك طريق الحق مثل ماذا يعني يكره من الشركيات أو المبارسات كل ما كان عليه من قفر مثل ما كان عليه في مسألة الطقية الاعتقد في الأمة الطواف بالأضرحة الاستعانة والاستغاثة بغير الله معتقده الفاسد القبيح المجرم في الصحابة ولسيما أمهات المؤمنين ولسيما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيما الخلفاء الراشدين لابد أن يصحح هذا المعتقد ولابد أن يعلم أنه كان على ضلال المبين ولو مات على ذلك فهو في النار والعياد بالله لابد أن يعلم بأن القرآن الموجود الآن بين المسلمين غير محرف كلام ربنا سبحانه جل وعلا لابد أن يعلم أن هؤلاء الذين كانوا يضحكون عليهم بإسم الدين هم كذبة غاششة منافقون لابد أن يعلم حقيقة هذا المعتقد معتقد الرافضة معتقد الرافضة هو عبارة عن مسلث متساول أضلاع يتكون من الضرع الأول من المنافقون بقايا أهل النفاق المتمثلون في عبد الله بن أغي بن سلول وأذنابه إلى اليوم ثم المجوس المتمثلون في من فأبو الأولى المجوس ثم اليهود عبد الله بن سبع فهؤلاء وهؤلاء تسافدوا تسافدوا الحمر على قارعة الطريق فأنتجوا لنا مسخا يسمى الرافضة ولذلك إذا نظرت إلى دين الرافضة تجده مزيج من هذه الأديان العفنة الخبيثة النتنة لا تفوح إلا بكل قبيح فلابد أن يعلم قبح هؤلاء وأنهم شر من وطأ الحصى وأنه إذا مات على ذلك فهو خالد مخلط في النار لأنه رد كتاب الله سبحانه جل وعلا بكل سوره يكفيه شيء واحد فقط يكفيه شيء واحد إذا اعتقد في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما يرميه به الرافضة أنها فعلت وفعلت فقد رد كتاب المولى سبحانه جل في علاه لأن الله أنزل في كتابه عشر آيات تتل إلى قيام الساعة بتبرئتها وختم هذه تلك الآيات بقوله يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين قال الإمام مالك رحمه الله واستدل بهذه الآية على قفر الرافضة أن من عاد إلى هذه المقالة بعد تبرئة الله لها فهو ليس من المؤمنين لأنه رد كتاب الله ورد كتاب الله قفر جملة وتفصيلا فنقول كل من يعتقد يعني الآن بعض الأقوال تقول لك والله إحنا لن نكفر الرافضة جميعا نكفر أهل العمائم هذا كله كلام فارغ إحنا نقول شيء يعني وصف عام نقول كل من اعتقد في أم المؤمنين أنها زنت فهو كافر سواء كان معمما أو غير معمما هذا كلام كلام جامع مانع كل من يعتقد ذلك بعد بيان المولى سبحانه جل في علاه لهذا الأمر فلابد أن يتبرأ من هذا بالكلية لبد أن ينسلخ انسلاخا واضحا من هذا كله لا يتلبث بهذا الكفر إذن أولا يكره أن يرجع لما كان عليه لأن أصل الإيمان أيضا كذلك الكفر بالطغوط يعني الرجل كان على كفره وإن نطق الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يبين أنه كافر بالطغوط أيضا لا نحكم بإيمانه شرط الإيمان أن تؤمن بالله وتكفر بالطغوط لابد أن تتبرأ من كل ما كان لما كنت عليه من الضلالة لابد أن تتبرأ من هذا وتعلنها صراحة فمن كان هذا حال كيف يعلنها صراحة أحيانا قد يكون في جو لا يستطيع أن يعلن ذلك لا المقصد هنا العلن صراحة لحسب الحال يعني يكفي أنه يعتقد بينه وبين نفسه ويطلع عليه ربه أنه متبرئ من هذا كله لكن إذا لاحت له الفرصة أن يعلنها صراحة دون أن يترتب عليه أذى ولا ضرر ويكون الضرر هذا متيقن منه لمجرد الظن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بالإيمان وقال الله وإن عد فعد لما عمر بن ياسر رضي الله عنه وارضاه لما نال منه المشركون وما تركوه حتى نال من رسول الله سلم سبا وطعنا فتركوه هذا كفر بالله والعيد بالله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يا رسول الله هلكت أنا قلت كذا وكذا قال أين تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله هذا مجرد من وقع العذاب الفتنة عظيمة وكثير من الناس لا يتحملون ولذلك النبي نهى أن يتمنى لقاء لا تتمنى لقاء العدو فالإنسان لا يعرض نفسه للفتنة فإذا كان في كلامه يتعرض للفتنة وإذا وهذا الأمر متحقق وربما أدى إلى إتلاف نفسه لا يكتفي بما ينطوي عليه قلبه والله سبحانه جل وعلا ينظر إلى القلوب فمحل نظر الرب من عباده قلبه فيشتهد أن يأتي ربه يوم القيامة بقلب سليم لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من كان صاحب القلب السليم وأول شيء يسلم منه الإنسان الشرك نص الله السلامة الشرك هذا يعني هذه جريمة لا تختفر بحال من الأحوال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر بدون ذلك نعم طيب الشيخنا إذا أنت ذكرت في البداية أن يكره أن يعود على ما كان عليه من الضلال والشرك والكفر ويستشعر نعمة الهداية بأم الله سبحانه جل وعلا أنع عليه بنعمة عظيمة جدا ولولا أم الله أنعم عليه بهذا لم يكن أبدا ليهتدي وما كنا لنهتدي لولا أنهضم الله فإذا استشعر بهذه النعمة يجب عليه أن يؤدي شكر هذه النعمة وشكر هذه النعمة هو دائما وأبدا أن يكون خائفا واجلا أن يعود للوراء وهنا نالج إلى موضوع الحلقة وهو وسائل يسلا الثبت يسلا وسائل الثبت كثيرة لكن ربما نجملها في عدة عناصر يندرش تحتها عناصر أخرى أولها أولها القرآن الكريم أول شيء يثبتك على الحق أن تكون ملازما لكتاب ربك قراءة وتدبرا وفهما وعملا غير هاجرا له ولذلك الحق سبحانه جل وعلا بيّن أن القرآن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من حق قال الله جل وعلا كما في سورة الفرقان في الأية الرقم الثلاثة ثلاثين وقال الذين لا يعلمون لو لأنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورطنه ترتيلا المشركون قالوا لماذا يعني محمد جالس كل شوية تنزل عليه آية تنزله لماذا لن ينزل عليه القرآن مرة واحدة إذا كان رسولا من عند الله وأن هذا القرآن من عند الله محمد يجلس مع بعض الناس زي خباب بن العرط زي صهيب الرومي بعد من عنده شيء من العلم أو الكتاب من النصارى أو من غيرهم ثم يملون عليه بعض الأشياء ويقول هذا قرآن فالله سبحانه جل وعلا قال يا محمد نحن ما أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة كما اقترب المجرمون هؤلاء وهذا لجهلهم أنزلناه عليك بهذه الصورة منجما على حسب المواقف وعلى حسب الأحداث السبب في هذا كله لنثبت به فؤادك الله أكبر الله أكبر يعني تأتي مشكلة تأتي معضلة فإذا بالقرآن يفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ما يدري ماذا يقول اللهم صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الروح لا يدري يسألوا عن عن الأهلة لا يدري يسألوا عن الخمر لا يدري فإذا بالمولى سبحانه جل وعلا ينزل عليه قرآن على حسب الأحداث نزل منجما وإلا القرآن هو موجود جملة وحدة في اللوح المحفوظ لكن أنزله المولى سبحانه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم على حسب المواقع والأحداث والمواقف حتى يتثبت صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من خير وحق وحتى يثبت أصحابه ولذلك الحق سبحانه جل وعلا وصف القرآن بأوصاف قال وكذلك أوحين إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فهو نور يستطع به وروح تحيى به هل يمكن أن هناك جسد يحيى بدون روح أبدا فالروح قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن هو حبل الله المتين وسراطه المستقيم من قال به صدق ومن دع إليه هدي إلى الصلاة المستقيم ومن ومن استعان به أعانه فهو حبل الله هو الجد لبالهزل من استهداه هدي من تخلف عنه هلك ومن تمسك به نجا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه عند حديث الفتن قال عليكم بالقرآن المخرج من الفتن كتاب الله ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بين حين وآخر وكانت هذه من آخر وصياه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته عليكم بكتاب الله تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله فقال طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجز فالقرآن العظيم فيه العرة وفيه العبرة لمن لا يحسن قراءة القرآن أو التدبر بسبب يعني الجهل أو بسبب مثلا لا يعرف القراءة تعرف بأن هناك يعني يفرض عليهم تعلم الفارسية من يطلقه نقول هنا بارك الله فيك واتقوا الله ما استطعتم هذا أمر الأمر الثاني لابد أن نعلم هذا ومن يتق الله يجعل له مخرج أهم شيء أن الله يعلم ما ينطوي عليه قلبك فإذا بالحق جل وعلا يوسل لك طريق الخير هل كان الصحابة باذئ ذي بدء يعلمون القرآن أبدا ما يعلمون القرآن ولكن والذين جهدوا فينا ينهدينهم سبولنا فلابد أنك طار أن الله سبحانه وتعالي يرى منك الصدق ويرى منك الإقبال عليه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ساستهدوني أهدكم وهو المطلب الثاني في أسباب الثبات وهو الدعاء الدعاء أنت يجب عليك أن تفتقر افتقارا كليا بأنك فقير إلى الله أنت فقير إلى الله فإذا افتكرت إليه سبحانه جل في علاه وانطرحت بين يديه وسألته سبحانه جل وعلا الهداية هداك المولى سبحانه جل في علاه يصر لك سبل الهداية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك هذا النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك تقول أم المؤمنين أم سلمة تقول يا رسول الله ما أكثر ما أراك تدعو بهذا الدعاء قال يا أم سلمة ما من عبد من العباد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه جل وعلا وفرق بينما يدعو الله عز وجل عن ما كان في الماضي حينما كان يقول يا حسين أو كان يتضرح بالضفت الأصنام أو الإبانات يلجأ والله قريب وإذا سألك عبادة عني فإني قريب ومن أعظم أسباب الدعاء أن تستشر الدعاء لابد أولا أن تتعرف على أسماء الله وصفاته فعندما تعرف بأن الله رحيم إذن هو رحيم بك وهو أرحم بك من أمك وأبيك سبحانه عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كان أتى أسرة فكانت هناك امرأة يعني فقد الطفل لها فكل مرأة الطفل تأخذه وتضمه إليها ثم تنظر فيه ثم تدعه حتى وقعت على طفلها فأخذته وضمته واحفظنته وبكت فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد المؤثر العظيم الرهيب فيستغل هذا الموقف يقول للصحابة هل تشكون أن هذه المرأة تلقي بإبنها في النار قالوا لا يا رسول الله هذا الحب هذا العطف لا يمكن أن تلقي بإبنها في النار قال الله أرحم بعبده من هذه على طفلها يا رب يقول بعض السلف والله لو أن الله خيرا أنه هو الذي وحسبني أو أمي أقول أنت تعاسبني يا رب فعندما تستشعر بأن الله رحيم الله غفور الله تواب تتعبد المولى سبحانه جل وعلا بذلك اعلم بأن الله قريب منك يسمعك تريد شيء ازجد لله سبحانه جل وعلا وقل كل شيء في خطرك لا ترفع هذه الجبهة إلا وقد فرقت كل ما في قلبك لربك ولا تظن به إلا خيرا فما ظنكم برب العالمين يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما ظن أحد بربه شيئا إلا أعطى فما ظنكم برب العالمين خاصة في وقت الأزمات خاصة في وقت الفتن الفتن كما أنها فيها من الشر لكن فيها من الخير إن لم يكن فيها إلا أنك تعبد المولى سبحانه جل وعلا في الفتن هيثك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي من مننا لا يريد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل مننا يريد ذلك تريد أن تهاجر اعبد المولى سبحانه جل وعلا وتمسك بشرعه وسنف نبيه صلى الله عليه وسلم حال هذه الأزمات تمسك وعلم بأنك تسير في طريق صار فيها أنبياء الله ورسوله ألا ترى أننا أننا نقرأ في كل يوم سبعة عشر مرة بخلاف النوافل إهدنا الصراط المستقيم إهدنا تطلب الهداية من الله إذن معنى ذلك أنت تلح إلى الله سبحانه جل وعلا بطلب الهداية إذن أمر الغواية عظيم وأمر الهداية خطير فأنت لا تدري يمسي أحدكم مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دونه بعرض من الدنيا قليل فأنت بارك الله فيك تعاهد قلبك اسأل ربك إلزم إلزم هذا الغارس إلزم عتبت المولى سبحانه جل وعلا دائما وأبدا كن متذلل حقق العبودية لله سبحانه جل وعلا الله سبحانه جل وعلا يحب من عباده أن يكون دائما وأبدا في حال تذلل أن تكون عبد حقق العبودية لله ولذلك أعظم مقام يقومه الإنسان بين يد ربه ومولاه أن يكون عبد العبودية هذا أمرها عظيم والعبودية لها شرطان لا يمكن أن تتحقق إلا بهما وهي كمال الحب مع تمام الذل الله كمال الحب مع تمام الذل طيب هذا لا يكون إلا لله لماذا؟ أنت ممكن تحب إنسان تحب زوجتك لكن لا تكون لها ذليلا تحب رئيسك تحب أبوك تحب أي أحد تحبه لكن لسه له ذليلا وممكن أن تكون ذليلا لأحد إما لسطوطه لسلطانه لقهري لجبروطه لإنعامه عليك لكن لا تحبه الله فلا يجتمع الحب مع الذل إلا للملك سبحانه عز وجل سبحانه عندما يزدلف قدمك إلى بيت الله إلى بيت الملك وأنت بترب النداء فأنت أتيت الحب ما أجبرت ما أكرهت ووقفت لبين دائه ذليلا خائفا وجلا مختارا متذلل له محق العبدية ولذلك هذا المقام يحبه الله من عبده ولذلك لما أثنى المولى جل وعلا على صفوة خلقه من أنبيائه ورسله والصالحين من عباده وصفهم بأنهم عبيد الله نسمع إلى قول حق جل وعلا وهو يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الذي أسر بنبيه برسوله بخليله لا قل بعبده سبحان الذي أسر بعبده الحمد لله الذي أنزله على عبده قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله يدعوه ولذلك لما أراد النبي أن يطمئن قلب النبي قايا قل لا لا تطعه وسجد واقترب تكون قريبا من ربك حال سجودك ولذلك يقول النبي سلم أكرم ما يكون العبد من ربه هو ساجد ولذلك تجد أن وصف المولى جل وعلا لأنبياءه كذلك قال الله جل وعلا عن نبي الله نوح كما في سورة الإسراء في الآية رقم 6 قال إنه كان عبدا شقور وقال عن نبي الله داود وذكر عبدنا داود وقال عن سليمان وذكر عبدنا سليمان وقال عن أيوب نعم العبد إنه أواب وقال عن الخلل وذريته وذكر عبادنا إبراهيم وإصحاق ويعقوب قل الأيد والعبصار وقال عن نبي الله زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولذلك نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم عرف هذا المقام فيوم أن أذن له الله أن ينطق وعمره في الدنيا لحظات أول كلمة ماذا قال قال إني عبد الله إني عبد الله ولذلك وصف المولى جل وعلا ملائكته بهذا الوصف بل عباد مكرمون فلما كان هذا المقام أعظم مقام يحبه الله سبحانه جل وعلا من عبده أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظل على هذا المقام وتلك الصفة وتلك الحال حتى يأتيه اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن ذكرت شيخنا الكريم الوسائل التبات القرآن والدعاء والدعاء الوسائل التالي الثالثة القصص قرائط القصص وأعظم القصص ما قصه الله سبحانه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وأود أن تنتبه معي والإخوة والمشاهدين لذلك هذا أمر عظيم جدا من القصص القرآن ثلاثة أقسام القرآن ثلاثة أقسام قسم يتكلم عن التوحيد بأنواعه ما لله سبحانه دل على من حقوقه على عباده وقسم يتكلم عن الحلال والحرام والمعاملات والعبادات وغيرها وقسم ثالث يتكلم عن إيش القصص عن القصص عن القصص إذن القصص أخذ حيس كبير جدا من كتاب ربنا سبحانه جل في أولا فهذا القصص أسلوب رباني نبوي رب المولى جل وعلا نبيه عليه ورب النبي الصحابة عليه كذلك أول شيء نأخذ مثال قص صورة هود صورة هود عليه السلام أود من الإخوة أن ينتبهوا معي لبداية الصورة وختم الصورة وما يتخلى لها من وقفات صعقف عندها الحق سبحانه جل وعلا بدأ هذه الصورة بعد قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لده حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه من النذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم بعد هذا الاستهلال من الآية تحديدا رقم خمسة وعشرين إلى الآية رقم تسعة وارتعين قصة الله سبحانه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة نبي الله نوح وكيف كان دعوته إلى قومه نوح صلى الله عليه وسلم جلس كم سنة في الدعوة ألف إلا خمسين تسوى مئة وخمسين سنة هذا عمر الدعوة فقط لبث فيهم ألف إلا خمسين عاما يدعوه إلى الله طيب ما وسائل دعوة نوح عليه السلام ما ترك وسيلة إلا واستخدمها إني دعوت كومي ليلا ونهارا إني دعوت كومي إني أصرت لهم وعانت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إذن دعاهم بالليل والنهار بالسر والإعلان بالترغيب والترهيب دعاهم حتى بالإقناع ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا إذن ما ترك وسيلة إلا ودعا دعا ربه سبحانه جل في أولا بعد ذلك أوحى المولى جل وعلا عليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون إلا أمن معه قليل جدا وما أمن معه إلا قليل كما نص الله سبحانه جل وعلا في كتابه طيب ما يأس استمر في الدعوة أصبح قومه يتطولون عليه حتى أن بعضهم كان الرجل عند موته يوصي ابنه ألا يؤمن بنوح قال لا تؤمن به أبدا فلما رأى كذلك وبدأوا يتطولون على نوح الرب سبحانه جل وعلا قال يا نوح خلص ابن سفينة فبدأ يصنع سفينة نوح في صحراء بيداء ليس فيها قطرة ماء فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا يا نوح أتركت الدعوة والنبوة واشتغلت نجارا الآن عرفت أنك كنت نصاب كذاب فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فكان الله صلى الله عليه وسلم يقابل سخريتهم بسخرية قال إن تسخروا مننا فإننا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما كان الأمر كذلك ويأس من إيمانهم وأخذوا في القفر وطغوا فدعا ربه سبحانه جل قال رب لا تظر على أرض من الكافرين بيارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فلما تطولوا عليه وهددوه بالرجم أو القتل أو الطرد إن لم ينتهى عما هو عليه قال رب إني مغلوب فانتصر يا رب إني مغلوب فانتصر اكتمل البناء قال يا نوح إذا أكتمل البناء كل من فيه كل من أمن معك أركبه هذه السفينة وأركب معك من كل زوجين اثنين فركب في السفينة شفت خيل يفعل هو في الصحراء ما سأل يقول يعني هذا العقل أنت عندما تتعامل مع الدليل لا تعمل عقلك نفذ العمر فقط فقال رب إني مغلوب فانتصر فإذا بالرب سبحانه جل وليس له قوة فإذا بالرب جل وعلا الكون كله ملك لمن والكون كله جنود لمن وما يعلم جنود ربك إلا هو فإذا بالرب سبحانه جل وعلا يصلت جنود من جنوده أمر السماء ففتحت أبواب السماء بماء منهمر كأفواه الكرب وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء النازل من السماء على الماء الخارج من الأرض فالتقى الماء على أمر كالكدر وحملناهم على ذات ألواح ودسر ودسر الله يشبه لك الأمر ويتجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصي من الماء قال لا عصم لأهم من أمر الله إلا من رأي وحال بينهم وكان من المغرقين في نهاية المطاف بعد أن نصر المولى سبحانه جل وعلا نبيه بذلك قال الله جل وعلا نبيه وهذا هو الشاهد ذلك من أنبي الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمطقين ثم تأتي الآيات قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قصة نبي الله هود مع قومه عاد قصة نبي الله صالح مع ثمود قصة نبي الله شعيب مع مديان قصة نبي الله موسى وهرم مع فرعون إلى غيره ثم يختتم في الآية رقم تسعة وتسعين هذا القصص بقوله تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ثم الحق سبحانه جل وعلا يبين المآلات مآلات الظالمين ومآلات المجرمين ومآلات المؤمنين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة إن أخذه ألم شديد ثم يختم هذه الصورة وهذا محل الشاهد في الآية رقم 120 قبل النهاية بثلت أيات بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لماذا ما نثبت به فؤادك وكذلك أخذ ربك إذن نقرأ القصص وأعظم القصص قصص أنبياء الله ورسله وأعظم هذا القصص قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ختم هذا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءت في هذه الحق موعدة وذكرى للمؤمنين كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكنتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون فختم الله سبحانه جل وعلا هذه الصورة وهذه الختمة لابد أن نقف عندها كثيرا كلما ضاق بك أمر نقف عند هذه الآية ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ابتدأ المولى سبحانه جل وعلا هذه الصورة بالأمر بعبادته والإخلاص له وختمها بهذا لأن الأمر كله لمن؟ لله هذه الصورة بهذه الوقفات وهذه اللافتات وكأنها كانت مقدمة للصورة التي تليها التي من أعظم يعني أسباب الثبات وهي قصة نبي الله يوسف كانت سورة هود بعدها يوسف مباشرة ابتدأها الحق سبحانه جل وعلا بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص ثم يختتمها بقوله سبحانه جل وعلا أقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يليه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولذلك كان السلف الصالح كثيرا ما يتدرسون القصص يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن قصص الرجال أحب إلينا من مجالس الفقه فمن أعظم وسائل الثبات تكرأ هذا القصص لقد كان في قصيم عبرة لأولي الألباب وكلنا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤالك ولذلك إذا نظرت إلى قصة يوسف تحديدا تجدها فيها تشابه كبير جدا مع قصة نبي الله صلى الله عليه وسلم مع قوما يوسف حسدوه طردوه فآمروا على قتله فعلوا بالأفعيل فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من دياره وبلاده وبعد ذلك عاد إليها صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا كما ذهب إخوة يوسف إلى يوسف وهم أذل صغرين قالوا يا أيها العزيز جئنا ببضاعات المسجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إننا نراك من المحسنين فلما نظر إليهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه فلما قالهم ذلك أسقط في أيديه من الذي أعلمك بيوسف وخبر يوسف إن يوسف هلك وبشيء من التأمل إلى المتحدث هذا يشبه يوسف لكن أين يوسف وهذا عز مصر قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله عمل إله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فأيقنوا بالهلاك والعطب فنكسوا رؤوسهم وارتعدت فرائسهم وإذا به صلى الله عليه وسلم يرى ما نزل بهم يخفف من روعهم ويقول لا تتريب عليكم يخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين كذلك ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فتحها فاتحا صلى الله عليه وسلم منتصرا غازيا ودخلها وطاف بالبيت هدم الأصنام دخل الكعبة مسك بعض اليدباب وقف إليه أهل قريش جميعا القلوب وجفة الأبصار خاشعة الرؤوس متنكسة ترخم أسود مع النبي ما تظن أني فاعل بكم فما كان منهم إلا أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وكأن به صلى الله عليه وسلم يتذكر أخيه يوسف ووقوف إخوته بين يديها أذلة فما كان منه إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال ما قال يوسف لإخوته قل لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحمه الرحيم حسنا الله يريك إذن القصص ذكرت القرآن الدعاء القصص وسير الرابعة الرابعة العلم إذن يا شيخ لأ لا تكون في حلقة قادمة قالوا ساعة المخرجة شارة ريب التوقف أبشر إن شاء الله تعيدنا يا شيخ في حلقة إذا أرد ربك هو عمى نفع نصر أخرى نلجأها إلى الحلقة القادمة إذا أرد ربك شكرا لكم يا شيخ خالد الله يحفظنا وإياكم وغركت وأحسن الله وليك ونفع الله بكم الله يبارك الله فيك وأيضا أشكركم لكم مشاهديك كرام على حسن المتابعة ومشاهدة ألقاكم إن شاء الله في حلقة متممة لهذه الحلقة في الحلقة القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته